أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 35 صاروخا عبرت من لبنان إلى صفد تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة ضيقة وأضف أنه هاجم أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبنانية عن قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عمي عاد مضيفا أنه قصف أيضا مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائل في منطقة زوفلون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ وفي غضون ذلك أفادت إداعة الجيش الإسرائيلي بسقوط خمسة جرحة إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي رغم الدعوات الدولية المتكررة لكل الجانبين للتهدئة وتجنب حرب شاملة تبدلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود بعد سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه وجه في الأيام الأخيرة سلسلة ضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها أبدا وأشدد نتنياهو على أنه لا يمكن التساهل مع تلك الهجمات بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالنت أن العمليات العسكرية ستستمر حتى الوصول لنقطة يمكن فيها ضمان العودة الآمنة لمجتمعات شمال إسرائيل إلى ديارها كما توعد قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بضرب أي طرف يهدد الناس في إسرائيل أما الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل قالت إن التسعيد العسكرية ليس في مصلحة إسرائيل كما أكد الرئيس جوبيد أن واشنطن تبزل قصارى جهدها لتجنب توسع رقعة النزاع وبعد حوالي عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة أعلنت إسرائيل في الأيام الماضية انتقال الثقل العسكري إلى حدودها الشمالية مع لبنان وأضعة لنفسها هدفا جديدا يتمثل بإعادة السكان إلى هذه المناطق الحدودية بينما أعلن حزب الله أنه استهدف منشآت إنتاج عسكرية إسرائيلية وقاعدة جوية في منطقة حيفة وأوضح أنه استهدف قاعدة رماد ديفيد الجوية في عمق إسرائيل بصواريخ فادي واحد وفادي اثنين في أول استخدام واضح لهذا النوع من الصواريخ منذ بدء الحرب على غزة وأدى تبادل القصف اليومي بين إسرائيل وحزب الله على مدى أشهر إلى مق لمئات الأشخاص في لبنان معظمهم من عناصر حزب الله وعشرات في إسرائيل والجولان السوري المحتلة وأكبر عشرات الآلاف على جانبي الحدود على النزوح من منازلهم